بتاريخ الثالث والعشرين من اكتوبر عام الف وثلاثة الفين وثلاثة وعشرين وبعد مرور اكثر من اسبوعين على بدء الحرب الاسرائيلية الوحشية على قطاع غزة بدأت الميليشيات المدعومة ايرانيا في سوريا والعراق تنفيذ سلسلة من عمليات الاستهداف للمواقع العسكرية التابعة للتحالف الدولي في سوريا دعما للقطاع ومنذ بداية الحرب تعرضت القواعد الامريكية في سوريا الى مائة وخمس هجمات منها ثلاثة وثلاثون هجوما خلال اول ثمانية وعشرين يوما من العام الجديد الفين واربعة وعشرين وتعد قاعدة حقل كونكيو للغاز اكثر القواعد الامريكية تعرضا للهجمات بواقع ثمانية وعشرين هجوما تليها القاعدة الامريكية في حقل عمر النفطي بواقع ثلاثة وعشرين هجوما وتأتي قاعدة خراب الجير برميلان في المرتبة الثالثة بعد تعرضها لسبعة عشر هجوما منذ بداية حرب غزة وفي المقابل نفذ سلاح الجو الامريكي ستة عشر استهدافا لمواقع الميليشيات المدعومة ايرانيا في سوريا في دير الزور تحديدا هذه الهجمات ادت الى مقتل ما لا يقل عن ثلاثين عنصرا من تلك الميليشيات واصابة ما لا يقل عن عشرين آخرين